كمان مش عايز انسى برضو في الجزيرة ان احنا بنفكر دلوقتي في اقامة في تجهيز مكان اقامة للعبين ده مش جاهز دلوقتي لكن احنا بنفكر ازاي نجهز هذا المكان برضو في المدرج ده بيوفر عليكم كتير كابتا بالزبط برافو عليك يعني اولا جوه حضن النادي وفي نفس الوقت انت بتدفع في اوات كتيرة في فنادق ومعسكرات هيوفر عليك جزء كبير من هذا الامر ان شاء الله برضو ده ان شاء الله نحاول نخلصها سنادي بإذن الله اللي كان الحاجة كمان اللي مش عايز انساها انا عرفت انه جبل ما اطلع من ملعب الاستاد التيتش انا عرفت انه عندكم تغيير في الشكل في الاستاد استاد التيتش شوف هو ده فعلا ده موجود احنا بنفكر انا غير نفس الاستاد نفس المدرج التيتش عايزين يعني لو فيه تطوير كمان فيه اكتر من ديزاين موجود رؤية كده موجودة احنا بس تتناقش مع الناس المسؤولة ثم تتعرض على مجلس الدراء الاول قبل ما ناخد فيها قرار يعني عشان تبقى برضو شوف التصاميم ولا صعب التصاميم ما قداش هشوفها دلوقتي لعني لازم تعرض على مجلس الدراء الاول يعني اعتقل مجلس الدراء الاول اللي يبص عليها عشان ما تتلعش حاجة ممكن ما تاخدش موافقة يعني لازم ارجع لزمايلي في مجلس الدراء الاول كمان مش عايز انسى كمان من حاجات اللي نقلة كبيرة جدا اللي حصلت بالنسبة برضو في جزيرة مركز اعلامي مركز اعلامي النادي قالي مركز مهم جدا انه بتعامل مع حجم جماهيرية كبيرة جدا جدا بالنسبة مش بس في مصر في بلد العربية وافريقية وعالمية كمان عشان كده تم تطوير المركز بالكامل الاستاذ جمال جابري المسؤول عن مدير المركز العلامي اعتقد ان هو عام الفريق العمل بتاعه عام بدور كويس بما يتناسب والنادي الاهلي وانا ما بقول كويس مش بقول كويس انبقى ده اخرنا كويس بحتاجين تطوير تاني ده مش بس مركز العلامي احنا نفسينا كمان